الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسكعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تقفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعضهم ونكفروا ببعضهم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك السبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألنا الله جهرة فأخذتهم الصعيقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البيناد فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فنقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاق غليظا فبما نقزهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبعا الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم لهم من علم إلا اتباع ظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من آل الكتاب إلا لا يؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلة لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنه عنه وأكلهم ومعلى الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ووحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقب والأصبات وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتنا داود سبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى التكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهدا إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله قد ظلوا ظلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إن تغو خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه وأن يكون له لد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا صالحة فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه سراطا مستقيما استفتونك قول الله يخطيكم في القفل كلالة إن امرونها لك ليس له ولد وله يقتل فلها نصف ما ترك وهو يرسها إلا من كلها ولد فإن كانت أثنتين فلهم السلسان مما ترك وإن كانوا إخبطا رجالا ولساءا فلذكر مثل حصر الأنفين يبين الله لكما تضل والله بكل شيء عليم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم محرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وردوانا وإذا أحللتم فاستعدوا ولا أجرمنكم شنأ نقوم أن أصدوكم عن المهجد الحرام أن تعتدوا وتعاظنوا على البر والتقوى ولا تعاظنوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم القنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية المتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يا إيسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم أخشوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فمن يطر في مخمصة غير متجانف اللي ثمن فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قلوا حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم فكلوا مما أمسكنا عليكم وذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وتعاموا الذين أوتوا الكذاب حل لكم وتعامكم حل لهم والمحصنات من المؤنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخدي يخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبت عمله وهو في الآخرة من الخاسرين